بعد الترويح فوضى جريدة الصباح تصف الشيوخ بأفيون الشعوب لا يزال المغاربة يتذكرون جيدا الإساءة القبيحة ليومية الصباح وهم يستمتعون بالأجواء الإيمانية لليالي رمضان المبارك وذلك بعد أن وصفت اليومية المثيرة للجدل في مقال لها الإقبال الكبير للمصلين على المساجد وافتراش الفضاءات المجاورة بالفوضى اليوم تخرج دات الصحيفة بمادة جديدة تحت عنوان الشيوخ أفيون الشعب وصفة إياهم بالمتاجرين الذين يظهرون في أوقات محددة لإنجاز مشروع التحريف والإلهاء وبيع العجل المقال الموغل في الحقد والمحرد على الكراهية ضد العلماء والدعاة زعم أن الشيوخ مدربون على شد النقاشات العمومية الجادة من شعرها وجرها إلى مستنقعات الحيض والحضيض والإسعاف هذا مع الإشارة إلى أن دات المنبر ظل لأكثر من عشرين سنة ينشر مواد إعلامية تشدد على عدم الخلط بين الدين والسياسة ويطالب باحترام العلمانية التي تفصل بين المجالين في تعصب مقت للخط التحريري الفرانكفوني المدعوم من الخارج والمناقض تماما لإسلامية الدولة وتوجه المجتمع مقال الصباح كله يصب في احتقار العلماء والدعاة المشاركين في النقاشات العامة واصفا إياهم بشيوخ مواقع التواصل الاجتماعي الذين هجروا المساجد في استغباء واضح للقراء واللهيثين وراء الخلفية الفاضحة لليومي المثير للجدل إذ يعلم الجميع أن من أخرج هؤلاء من المساجد ورفض أن يكون لهم إسهام كبير في توجيه الناس وتعليمهم هي الجهة التي عملت منذ سنوات على تجفيف الخطاب الديني بالمسجد حيث غابت دروس الوعظ والإرشاد بالرغم من أن ميزانية ضخمة تصرف على القيمين الدينيين كل سنة أجرا وتكوينا ولأن الصحيفة التي تلوث المشهد العام يوميا بصورها الفاضحة وملفاتها المثيرة وتقتات على الإثار وافتعال الصراع تساند مشروع تجفيف الخطاب الديني فإنها بدل أن توجه سهام نقدها لجهات الوصية على الشأن الديني فإنها تستهدف المؤثرين من هؤلاء الشيوخ الذين لا يمكن أن يكون لهم حضور واقعي أو افتراضي إلا إذا اتسم خطابهم بالطلاع ووسطية تقنع المشاهد بمتابعته ويكفي المتابع الكريم أن يعلم أن دات اليومية استجوبت في نفس صفحة المقال المثير شخصاً لطالما وصفته بشيخ التطرف والإرهاب ولأنه وجه وجهه اليوم صوب الضفة الأخرى واختار أن يقف ضد كل ما هو شرعي وديني فقد صار مرضياً عنه يقدم بصفة المحلل والباحث في الجماعات الإسلامية والشخص هو نفسه لم يتغير منه شيء لا اسمه ولا مستواه الدراسي وإنما غير هندامه ورتب شعره حلق لحيته الخفيفة وبات مدافعاً عن اللا ديني مستبيتاً في حرب بعض الأحكام الشرعية فمن اختار هذا الطريق فهو عند هؤلاء القوم باحث ومفكر ومناضل وقل ما شئت بعد من العبارات والألقاب ومن دافع عن دينه وهويته وقيمه فهو أفيون مدمر للشعوب فبأي معيار يقس هؤلاء وأي مرجعية يخدمون أظن أن القراءة لديهم الجواب بشكل واضح وجليم